موسيقى أهلا بكم مشاهدين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج أضواء على الأخبار وقدمه لكم من قناة المستقلة من لندن في حلقة اليوم معلق على التطورات السياسية في سوريا بمعية الأستاذ زهر سالم مدير مركز الشرق العربي في لندن أهلا بك الأستاذ زهر أهلا بكم أخي توفير موضوعنا رئيس في حلقة اليوم هي القمة الربعية التي انعقدت في اسطنبول والتي جمعت كل من رئيس روسيا فلاديمي بوتين وتوكيا رجب طيبو دغان وفرنسا إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانية إنجيلا ماكل في البداية أستاذ زهر تقييمك لهذه القمة بسفعة عامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا لكم أخي توفيق وشكرا لقناة المستقلة على هذه الاستضافة في الحقيقة القمة الربعية التي هي كانت أبرز حدث في الأسبوع الماضي فيما يجري أو فيما يحصل على الأرض السورية كانت مهمة إلى حد كبير في الأجواء السائدة حيث أن اسمح ليستخدم هذه العبارة القضية السورية ركنت جانبا تحت تأثير أحداث جزئية أخرى بعضها مفتعل وبعضها حقيقي أخذ أكبر من حجمه في المنطقة فغطت على عقول الناس وعلى قلوبهم بمصدرت أكثر وسائل الأعلام للحديث عن هذه الموضوعات كذلك في إطار أحداث متسابقة بينما يجري في سوريا وبين الانتخابات العراقية وبينما يجري على الأرض الفلسطينية هذا كله أحداث هذه جديرة بالاهتمام الحقيقة فضية خشخشي التي هي فأخذت هذه القضايا فجاءت القمة الرباعية لتعيد بعض الزخم الإعلامي ليتوقف الإعلام أحيانا مضطرا عند القضية السورية والمشهد السوري إذا أردنا أن نعرف شيء من الذي دعا للقمة يحدد لنا تجاه الريح القمة الذي دعا إلى القمة هو الرئيس التركي طيب رجب أردوغان جزاه الله خيرا لكي ينعش الموقف الذي تبناه في سوريا وهو إنقاذ منطقة الشمال السوري بشكل عام من المحرقة الروسية التي كانت تستعد لها روسيا بالتعاون مع إيران ومع بشار الأسد إذا تذكرنا أنه قبل شهر من الآن تقريبا عقدت قمة طهران بين الثلاث روحاني وأردوغان وبوتين وباءت بالفشل وباءت بالفشل لم يخرجوا شيء بعدها بعشرة أيام مباشرة ذهب الرئيس طيب رجب أردوغان إلى سوتي مع بوتين وأنجزوا اتفاق إدلب الذي ما زال معمولا به والذي يشير كثير من المتابعين ذهب إلى سوتي بدون إيران بدون إيران طبعا وكان إيران هي التي تعيق لنا يعني هو أراد أن ينجز الموقف بعيدا عن إيران ونجح في ذلك أنا أريد أن أقول يشير الكثيرون إلى هذا الاتفاق الذي اعتبر حسب المعطيات الراهنة أنه نصر لسياسة أردوغان الدبلوماسية وأنه أيضا بنفس الوقت حماية بالنسبة لشعب السوري المهجع ثلاثة ملايين أو خمسة ملايين تعيش في المنطقة هذا الإنجاز أراد أردوغان أن يوجد له داعمين لأنه كما قلت البعض شير إليه على أنه هش وأنه مهدد دعني ألخص لسادة المشاهدين موقف بشار الأسد وعصاباته على الأرض السورية مع حلفاء إيران بشار الأسد رغم أنه لا يستطيع أن يقول لا للروس ويعلن تأييده للاتفاق وموافقته عليه ولكن ما زال التصريحات تند من هنا وهناك إلى أنهم سوف يقومون بعملية ما في إدلب بل أكثر من ذلك هم ما زالوا يقومون بأعمال قصف واختراقات في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة يعني يوم الأحد الماضي أو السبت الماضي يعني من خمسة أيام كانت هناك عملية في منطقة مورك مورك تقع شمال حماة جنوب إدلب أو جنوب حلب هذه المنطقة قتل فيها عشرة شهداء من المدنيين نتيجة قصف بشار الأسد أنا أفهم كلامك أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموجودة الآن في سوريا هي قابلة بالاتفاق عن مضب غير مرتاحة للاتفاق وتعمل على اختراقه وتعمل على تحطيمه تصريحات وليد المعلم والعمليات التي تجري على الأرض كلها تتضافر على أن هذا الاتفاق اتفاق وقتي اتفاق لا يمكن أن يستمر أنهم يريدون أن حسب منطوقهم يحرروا باقي الأرض السورية إذن نحن أمام هذا الواقع طبعا نحن فكرة تحرير ونحن أيضا نريد أن نحرر باقي الأرض السورية ولكن منهم لأن الذي يطرحه أردوغان ويطرحه العالم أجمع أن يتم الانتقال وكان هذا المطلوب من مناطق خفض التصعيد التي تولدت عن آستانا أن يتم الانتقال من الوضع الراهن حيث أن كل فريق يسيطر على ما يسيطر على ما يسيطر إلى المرحلة الانتقالية مع ذلك الآن إذا نظرنا إلى المدعوين إلى القمة سنجد أن هناك طرفين أوروبيين موقفهم العام ولا أريد أن ندخل بالتفاصيل يشد أزر الموقف التركي أو سياسة أردوغان بتجنيب منطقة شمال سوريا القصف والمحرقة الروسية التي يمكن أن يقوم بها طيران ألمانيا وفرنسا أردوغان كان يريد أن يأتي بمؤازرين ومساعدين الآن هذا مجمل عام وقد نجح أردوغان بذلك لكن بالتفاصيل سنجد أن لكل من حضر هذه القمة له أجندة خاصة يحاول أيضا أن يؤكد عليها بوتين كيف حضر وهو يعلم أنه سيواجه سياسات وناس هم في التصنيف الاستراتيجي خصهم له كلمة بوتين خلال الاتفاق ركزت على عوضة اللاجئين وأيضا إعادة إعمار العراق لم يعيه اهتمام كبير للموضوع الانتقال السياسي في سوريا أو إعادة أو لجنة سياقة السياقة الدستورة أشار إليها ما كون الرئيس الفرنسي وألح على أن تكون أحد النقاط الرئيسية في خريطة الطريقة الجديدة لحل الأزمة السورية هذا سؤال يعني كما نقول فصل قائم بذاته ومهم وجوهري وربما يكون أكبر من لقاء القمة الربعية إذا سمحت نذهب معه ونأخذ عليه هذا هو جوهر خلاف حتى الآن هذا هو جوهر الموقف الروسي الموقف الروسي في سوريا الآن بعض الناس ينظر إلى أن الروس قد انتصروا وأنهم منتصرون وأن الأوراق كلها بأيديهم في الحقيقة في النظر السياسي الروس يعيشون في سوريا مأزق مأزق حقيقهم قد يكونوا قد انتصروا بما قصفوا من أهداف نستذكر ما قاله شويغو شويغو اللي هو سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي وزير الدفاع الروسي كان له لقاء قبل أسبوع مثل هذا اليوم أو الذي قبله كان له لقاء مع وزراء الدفاع في جنوب شرق آسيا قال قدم تقرير على انتصاراتهم في سوريا ثلاث نقاط وعيد على الأذهان السادة المشاهد قال بأنهم قتلوا في سوريا 86 أو 87 ألف مقاتل هذا الرقم طبعا الخطأ في كلمة مقاتل يعني حتى لو كان في سوريا 87 ألف مقاتل اللي قتلوا طيب اللي ما زالوا أحياء وينهم يعني لاحظ ولكن هو قتل مدنيين قال دمرنا 120 ألف هدف بنية تحتية قال بأنه حرر 95% من الأرض السورية هذا الكذب عندما يقدم عليه وزير دفاع بحضرته هذا ليس معلق على الأنباء ليس مغرد على تويتر أو كاتب منشورات على الفيسبوك يلقي الكلام على العواهنه أنا أريد أن أقول روسيا تعيش في سوريا بأزمة أنها الآن تسيطر على الحطام على حطام الأرض السورية وأيضا تفلتا بين أيديها دعني أقول حطام الشعب السوري الشعب السوري الآن تحول إلى مجموعات من اللاجئين في هذا البلد 3 ملايين في ذاك البلد 500 ألف في هذا البلد 700 ألف انتشر السوريون حول العالم تقريبا 8 مليون لاجئ سوري يعني كأن أصبحت روسيا مدعية للانتصار تريد أن تؤكده كيف تريد أن تؤكد الانتصار تحمل الآن ملفين تواجه بهم العالم وتتطوف بهم على العالم تقول للعالم أنا انتصرت وأنتم وقعوا لي على سق الانتصار أنتم استسلموا ما هو التوقيع على سق الانتصار بهذه الملفين أعيد اللاجئين إلى تحت سيطرة بشار الأسد إعادة اللاجئين تحت سيطرة بشار الأسد لها أكثر من مغزى وأكثر من معنى أولها أن يوحبوا إلى المجتمع الدولي أن الوضع في سوريا استتب والأمن استقر أسباب ثانوية كثيرة كثيرة منها سأذكر سبب الآن أن بشار الأسد معبع عنده لا شعب ولا جيش الآن الملاحظة أنه كل عشر لاجئين برجعوا لسوريا وعمرهم تحت الخمسين يمسكون بهم ويقودونهم إلى تجنيد تجنيد إجباري إن كانوا مأدوا تجنيد إجباري أو تجنيد احتياطي بسموه عندنا الخدمة الاحتياطية إذا كانوا في سن الخدمة الاحتياطية فبوتين يريد أن يؤمن لبشر الأسد مدد بشري يسيطر به على الأرض السورية لأنه ما عنده ناس لا بقى عنده ناس من طائفته ولا أنا لا أحب أن أتكلم بالمنطق الطائفي ولا من شلته وحزبه ومؤيدينه وفاسدينه ولا بقى عنده ناس من معارضي فبالتالي أحد الأهداف الثانوية أنا أقول هذا هدف ثانوي أن يقدم لجيش لبشار الأسد مدد بشري يعيد السيطرة عليهم بنفس الوقت هؤلاء الذين يمكن الآن نحن نتكلم لاحظ أخي توفيق عن عودة فرق بالمفهوم السياسي أن أقول عودة اللاجئين أو إعادة اللاجئين هو يتكلم عن إعادة هو يتكلم عن إعادة نحن الآن نتكلم عن عودة أدوان يؤكد على عودة اللاجئين طواعية كل المجتمع الدولي وكل القوانين الدولية تقول عودة طوعية ففرق بين عودة اللاجئين الآن بعض السوريين يتجرؤون بدافع حنين بدافع مصالح خاصة أن يعودوا طواعية فلا ترحمهم سكين بشار الأسد من يعتقل إلى السجن ومن يؤخذ إلى التجنيد بوتين يريد مثلا ألمانيا تعبها الناس عندها في بصات خضر وتحطهم في خدمة بشار الأسد أنا أخذ نقطة ثانية لا سمحت لي دقيقة فهذا أحد بطالب بوتين المطلب الثاني إعادة الإعمار إعادة الإعمار يعني أن تتدفق مليارات الدولارات إلى بشار الأسد وإلى داعميه الروس والإيرانيين بمفهوم إعادة الإعمار ليسرقوها كما سرقوا أموال الإغاثة التي تدفقت عليهم طوال أيام الحرب ثمن الخبز وحليب الأطفال سرقه بشار الأسد وهذا ليس من عندي هذه شهادات صحف بريطانية صدرت فيها تقارير رسمية الآن المشكلة أو نقطة الخلاب بين روسيا وبين الدولة التي حضرت هذه القمة الربعية هي الأولوية لمن إعادة الإعمار وإعادة لاجئين أم الحل السياسي بمعنى مرحلة انتقالية وإعادة سيارة الدستور هناك إلحاح من ألمانيا من فيوانس على هذه النقطة يقولها قبل أي شيء هذا الذي جرى في القمة يعني لا ألمانيا ذهبت مع بوتين حيث هو بوتين استفاد من القمة بأنه اكتسب نوع من أنواع الشرعية أنه فيه هناك اعتراف بدور روسي ولكن أيضا وجوبها بمعارضة من ألمانيا وجوبها بمعارضة من فرنسا بأنه لا الآن وقت إعادة لاجئين ولده الآن وقت إعادة إعمار الآن وقت انتقال سياسي ووضع دستور حقيقي لسوريا طبعا أنا قد لا أكون موافقة على هذا الكلام لكن أنقل وجهة نظرهم وأنه يجب أن تعطى الأولوية لإجراء عملية انتقال سياسي حقيقي حتى السيد أردوغان الذي قال مثلا مصير بشر الأسد وقرره الشعب السوري عزل موقف حكى عن موقف وقال نحن لا يمكن أن نقبل بشخص قتل مئات الألوف من الأشخاص إذن القمة بكليتها أنا أعود فأقول كانت حدثا إعلاميا حرك المياه السورية الراكدة ولكن بعد القمة بقي كما قبلها طيب أنت تقول بأن روسيا في مأزق هل هذا المأزق التي توجد فيه روسيا اليوم سيدفعها إلى ربما تقديم التنازلات وتقديم الحل السياسي على إعادة الإعمار وعودة اللاجئين أما أنها ستستمر في موقفها هذا لا يعني الآن السياسة كل إنسان يجد فراغا يعبث فيه أو يملأه الجواب على سؤالك يتعلق بموقف الآخرين الضاغطين يعني روسيا نحن قلنا نجحت الدبلوماسية التركية لكن الدبلوماسية التركية ويجب أن يكون السادة المشاهدين يعني أعلى علم لم تنجح في فراغ عندما ذهب أردوغان إلى تسوسش كان هناك موقف أمريكي متصاعد كان هناك موقف أوروبي متصاعد بمنع إحداث متزرة جديدة في إدلب والإعلام أخذ دوره والرأي العام أخذ دوره وكل الساسة الأمريكي والأوروبي كلهم كانوا يتكلمون بصوت واحد لا نريد متزرة في إدلب حتى اضطرت إيران منذوبة في الأمم المتحدة وكان يتحدث قال نحن لا نريد متزرة في إدلب إذن السياسة لا تحدث في فراغ أو من طرف واحد بوتين لو استطاع لحول سوريا كلها إلى دسكرة أو قرية من قرى الاتحاد الروسي وأتبعنا بها وصدت علينا الجيش الأحمر أو سوى الفصائل السورية يعني مجموعات في الجيش الأحمر الروسي لكن الحدث السياسي لا يأتي في فراغ الآن نشهد وأنا أقول لأستاذ المشاهدين نشهد تصاعدا في سوريا في المفارقة بين الموقفين الأمريكي والروسي إلى أين سيصل هذا التصاعد هل ترامب مستعد أن يغير شيئا ما من سياسة المتراخية والمتخلية عن سوريا منذ أن وصل إلى الحكم هل هو مستعد أن يقول لبوتين حسبك أو كفى أو كيف أو متى إذا حصل هذا الدول الأوروبية متطلعة إلى هذا لأن الدول الأوروبية متضررة مما يحدث في سوريا أكثر مما هي الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة لا تتضرر من الولايات المتحدة في سوريا من قادرة على إعادة تمويل إعادة عمار العراق كما فعلت من قبل في هذه الحالة من يستطيع هي الدول الغربية بالدرجة الأولى ربما بعض الدول الخالجية أيضا هل روسيا ستستمر في موقفها هذا؟ يعني هناك ورقة تملكها الدول الأوروبية بما فيها تركيا هل هذه ستستعمل بطريقة جيدة؟ ربما ستتغم روسيا على أرض الضغف الأخير للحل السياسي يعني أطول وأنا بالتحديد نركز على اللجنة الدستورية التي هي أهم النقاط التي يتم النقاش حولها وفيها خلاف موجود مستمع إلى حد يومنا هذا يعني دعني هذه النقطة أبين لا روسيا ولا إيران عندهم إرادة في الاشتراك في صندوق إعادة إعمار سوريا هم خربوا سوريا هم مسؤول أول وهم يعتبرون أنفسهم دفعوا ما فيه الكفاية وأن مشروع إعادة الإعمار بالنسبة إليهم هو مشروع استثمار هم يرشحون أنفسهم وشركاتهم وهذا يقوله بشار الأسد وليد المعلم هم يبحثون عن حصص ليستفيدوا الولايات المتحدة الأمريكية وقالها بوتين آفان ترامب قالها مرارا بأن إعادة إعمار سوريا سيكون من صناديق الدول العربية دول العربية الغنية هي التي يجب عليها هذا كلام صريح مش من عندي الدول العربية التي دفعت مليارات الدولارات فمن خبز السوريين يعني في الحالة الإنسانية بل في 8 سنوات الماضية الإغاثة الإنسانية في حالة الإغاثة الإنسانية تقرير تقرير الصحف البريطانية 8% فقط من المبلغ وصل للشعب السوري 8% 8% 92% ذهب لبشار الأسد هل الناس مساكين هذه الحكومات والإدارات وتسمع الوزير والسمو والممو هذه حالة من السزاجة الآن موضوع عمار سوريا عملياً هو ذريعة للابتزاز سيبتزون ويبتزون ويبتزون أنا أسمع ما زال صوت أحد الكبار العرب مات الله يرحم الأموات جميعاً يقول للشعب لا أحد يدفع ولا دينار ولا إرش لسوريا ولا ريال أعطونا أننا وإحنا منوصل وأصدروا أمراً بمنع التبرع للشعب السوري وأخذوا كل الأموات هل هي سذاجة أو هو غباء أو هو جزء من المؤامرة أنا لا أستطيع أن أدخل في قلوب الناس ولكن الآن قضية أن يرضخ بوتين يطمع في عادة إعمار لتصبح سوريا غنية أو يصبح بشار أسد عنده ما لبسه دله جزء من ديونه بشغله بعض شركاته في إعمار مناطق محددة ولن تعمر كل الأرض السورية الأرض السورية ما تزال تخرب حتى هذه الساعة ما يزال مشروع تخريب سوريا ساري المفعول نعم طيب اللجنة الدستورية يعني بين محاور النقاش والنقاط التي كانت ضمن محاور النقاش في القمة المبعية هي اللجنة الدستورية هي نقطة خلاف يعني هناك من يدعم تشكيل اللجنة الدستورية في جينيف وهناك تقريبا من يعيق هناك حديث على أن ديمستورا قال بأن النظام السوري ينفذ أعضاء اللجنة الدستورية المشكلة يعني هذا تصريح ديمستورا فيما أنه في في اللقاء كان طيبا كان الحاحة لهذه النقطة لماذا روسيا حتى الآن لم لماذا النظام ينفذ هذه اللجنة أو أعضاء اللجنة ولماذا روسيا لم تضغط لم تماري الضغوطات إذا كان جدا في البحث عن حل سياسي في سوريا لم تضغط على النظام حتى الآن للقبول بعضوية هذه اللجنة في الحقيقة أيضا هذا سؤال يعتبر كما نقول قسم قائم بذاته وفصل وعلى ذكر ديمستورا الآن ديمستورا في نهاية الشهر سيبادر هو الرجل يعني هو المبعوث الأممي الوحيد إلى سوريا هناك اليوم حديث عن دبلوماسي نرويجي نعم بيدرسون سيكون مبعوث جليل نعم بيدرسون هو الآن النرويجي القادم ديمستورا سيغادر أنا كنت أقول هو الوحيد الذي أتم المهمة أربع سنوات اللي قبلوا واللي قبلوا الأخضر الإبراهيمي استقالوا قبل لأنهم أدركوا أنهم موضوعون في دوامة وبالتالي لكي يظهروا وهؤلاء الرجال يعني في هيئة في العالم سموها هيئة الحكماء يعني ناس مخضرمين يعني عافثوا السياسة كما نقول وعافثتهم كل واحد منهم حريص على سمعته في آخر عمره فما أحب أن يحملوا معهم مزر القضية السورية ديمستورا حمل معهم هذا العبئ الآن القادم الجديد نتمنى ويعني من اختياره ابتداء لأنه كان الضغط لأن يكون غيره واحد كان وزير خارجية عند بوتفليقة واحد يعني ناس محسوبين بالمئة مئة على بشار الأسد يعني الآن اختياره يوحي بأنه هناك شيء من الانصاف أنا لا أعرف عنه الكثير قبل أن آتي قرأت اسمه في تقرير وعرفت أنه كان سفيرا في الصين دويج تقريبا معرفة أنه دولة محيدة أي يعني دولة أو مواطنيها ربما يمتلكون حد أدنى من المصداقين مع أنفسهم لا أريد أن أوزع الآن شهادات حسن سلوك مسبقة لكن أنا أعود لسؤالك شوف أخي أنا أقول هذا لكل المسجاهدين سؤالك لم تكن الثورة السورية أو لم تكن قضية الثورة في سوريا قضية تغيير في السور والسوريون لم يدفعوا مليون شهيد من أجل تغيير خمس مواد أو ثلاث مواد أو أربع مواد في دستور هذا حقيقة الأمر يعني إذا الشعب يريد أن يغيير ثلاث مواد في دستوره يتفع مليون شهيد وبهجر عشر ملايين إنسان يعني ما أنا حتى ألخص المشهد للأستاذ المشاهدين هذه الثورة وهذا الشعب وهذا المطلب والحل السياسي لا يتم بتغيير نصف الدستور هذا واحد اتنين أخي توفيق شيء مهم الدستير كلام مكتوب على الورق طيب في ناس دستورهم القرآن وبنشروا الناس بالمنشار طيب يعني الله القرآن سمع القرآن والحديث إشقال وإذا قتلتم فأحسنوا القتلى ما هيك وإذا ذبحتم طيب فأحسنوا الذبحة لا أن يقولوا نغير الدستور ويبقى المجرم الذي يدوس على الدستور صباحاً وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاءاً هذا ليس حلاً إذا كان الأمر كذلك لماذا النظام يفوذ اللجنة هذا سؤال حلو وجميل هذا سؤال جميل وحلو وما في أمتع منه وهو صاحبنا منذ أول يوم لماذا النظام يقبل ويرفض يعني دائماً بقولوا له مؤتمر بقولوا إحنا جايين ثم يدخل فإذا قيل له يعني نشرب الماء يقول لا أحنا ما نشرب الماء إذا قال تشرب فهذا الرفض هو محاولة فقط للنظام ليلعب على الوقت ليكسب الوقت ليشتت الجهد مهما قيل له فهو سيرفض الآن ماذا شكلوا له اسمح لي أنت تسألني سؤال فريء أحياناً شكل السيد ديمستور المغادر ثلاث فرق لمشاركة في تعديل الدستور فرقة 150 إنسان 50 لبشار الأسد هو حر فيهم بصبهم بقالب وببعثهم جميل وخريسي زعر ديمستور منهم منصة موسكو التي منها أو يرأسها السيد قدري جميل الذي كتب لبشار الأسد الدستور المعمول به حالياً هذا معارض منهم منصة القاهرة منهم منصة القاهرة على يمين بشار الأسد شلون يعني على يمينه يعني أكثر تشدداً منه في طرد الهوية السورية نحن أمام مشهد أنه هذول الخمسين اللي حسبهم الآن الخلاف على ماذا؟ على الخمسين الخمسين الثالثين اللي قالوا خبراء وعلماء ومفكرون هنا والأمم المتحدة قال يعني منجيب ناس أصحاب خبراء في وطح الدستور يعني رجل السياسة لكن بشار الأسد هو يريد فقط أن ينافع على الوقت الوقت حتى الآن يمضي لصالحه الخمسين لن يكونوا في صالحه خمسين الأكاديميين أو المختصين هو يريد يريد هو لا يهتم لا يهتم بالدستور وليس له أي قيمة عنده ومع ذلك هو يماطل ويماطل ويماطل ليكسب المزيد من الوقت لكن في حال البعض يقول أن لجنة دستورية أو تشكيل لجنة دستورية هي نقطة البداية نحو مصار الحل للأزمة السورية للعبور إلى مرحلة انتقالية مما يعني أنه ستكون هناك شكل دولة جديد ويقولون أيضا أن النظام من بين الأمور التي يتشبث بها اليوم هو يقول بأنه يريد فقط تعديل نسخة الدستور التي قامها هو شوف أخي هؤلاء الناس الذين يتكلمون هكذا إما أغبياء أو متغابون لماذا؟ كلمة الدستور في بلد مثل نرويج ومثل فرنسا ومثل بريطانيا ما عندهم دستور أصلا مكتوب لكن عندهم دستور عرفي كلمة الدستور في الولايات المتحدة لها احترامها في ألمانيا لها وقعها في تركيا لها وقعها نحن عندنا كلمة دستور لا تعني شيء قانون قانون ما دقوا الدستور قانون قانون اسمح لي اسمح لي أنا أضرب مثل لهؤلاء الناس الأغبياء أو المتغابين اسمح لي عندنا القانون لا يجوز اعتقال مواطن إلا بمذكرة قضائية قانون القانون تفريع من الدستور القانون منين يأتي ينبثق من الدستور ومن إرادة المشرع عندنا في سوريا أكثر من مليون إنسان يعتقلون كل يوم مليون مرة بدون مذكرة قضائية هذا الجانب هذا الغبي أو المتغابي ما هو جانب حقوقي هذا الذي يقول لك يا أخي دستور لك يا أخي إيش قيمة دستور في بلد الشرطي في أصغر موظف أصغر موظف في دوائر أمن من هو الشرطي الفرد وأنا لأوا قلل قيمته يخترق الدستور والقانون والقرآن في اليوم سبعمائة مرة في العالم العربي يقول يعرف بأنه أول من يدوس على الدستور هي الحكومات والأنظمة لكن خلينا في موضوع سوية يعني اليوم يا أستاذه هناك من يقول بأن يعني وضع دستور جديد ربما يحض من صلاحية الرئيس ربما أسمحي أستاذه ربما أيضا يحدد العهدات ربما يوضع شروط تعيق يعني طرشيح بشار أسد يعني الدستور السابق كان يسمح للرئيس أنه يضرب الناس عدلوا عدلوا لكن لا أسمح السابق يسمح للناس أنه ينزل الجيش ويضرب الناس في المدفعية وبالطيران وبالسارين في دستور هيك يسمح له في دستور يسمح له يحبس عشراك ألوف من الناس يموت هم الدستور نفهم كلامك الدول الغابية لألمانيا وفرنسا وبما فيها توكيا يعبثون عندما يوكزون على هذه النقطة هذا عبث لا طائلة من ورائي ولن ينبني علي شيء هي معركة نحن إنك من سنوات مأخوذون في معركة كسب الوقت على حساب هذا الشعب في سنة 2013 2014 2015 لحد 2016 كان مد الثورة مرتفع ثم بعد ذلك بدأ بالانحسار نتيجة هذه العملية العباثية مهما تم تغيير الدستور ومهما كانت مواد الدستور هذا لن يغير شيء في الساحة السورية أنا لا أعويل على الدستور في شيء أنا أحترم الدستور وأحب أن يكون في سوريا دستور مدني حقيقي قوي يحمي الإنسان ولكن الدستور قبل الدستور وقبل القانون يجب أن يكون هناك صاحب السلطة الذي يحترم القانون ويحترم الدستور ويقول على رأسي مؤلل الذي يدوس على الدستور كل يوم في الصباح والمساء طيب وزيد الدفاع الأمريكي قال بأن بشار الأسد في آخر المطاف سيحل وإذا أجريت الانتخابات في ظل هذا النظام لن تكون لها أي مصداقية لدى المجتمع الدولي ماذا يعني بالنسبة لك هذا الكلام يعني هذا الكلام كلمة أنه بشار الأسد في النهاية سيرحل كل الناس راحلون بشار الأسد الآن صار عمله أكثر من 50 سنة يعني يبدأ 20 سنة مثل حكايانا وكل نعم نضب وراءنا وماشئين فهذه العبارة الأولى لا قيمتها العبارة الثانية هي ذات المصداقية الحقيقة أي انتخابات تجري في ظل حالتين بشار الأسد يستمتع بالسلطة هو الذي يمنح وهو الذي يمنع تصور الآن 80 مليون سوري مضطر يزور القنصلية تعرف ايش بصيب القنصليات يا أخ دوفيق مشان جواز سفر تسجيل واقع مدنية كل مواطن سوري مواطن 8 ملايين لاجئ 8 ملايين مواطن سوري مضطر يزور القنصلية القنصلية مفهومة ايضا المشكل ما عرفت شعب صيب القنصلية الانتخابات وبشار الأسد يملك الختم سينجح ثاني هل سيقبلون بذلك هل المعارضة ستتقبل بذلك هل مجتمع الدولي سيقبل بذلك وبقول له بدك تعدي من تحت سيف وسيف مرفوع طيب بيش بدك تنتظر من الشعب السوري النقطة الثانية مهمة انا اريد ان اقول فارما ان سوريا ساحة للفوضى يعني نحن كنا متحدث عن مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية ينظم فيها الشعب السوري نفسه بالتالي يبرز عندك معارض قوي رمز من رموز المجتمع السوري يقابل بشار الأسد لانه الان المعارضة السورية والثورة السورية والشعب السوري في حالة من الشتات الشتات الذي عمل معه الكثيرون وبالتالي فيعني اي انتخابات في ظل هذا الواقع على قولة وزير الدفاع الأمريكي لن تكون انتخابات معبرة تعبيرا حقيقيا عن ارادة الشعب السوري طيب اليوم هذه القمة باختصار رأيك فيها ما هي هل انجزت شيء القمة يعني دعني اقول حراك اعلامي وحراك سياسي كانت خطوة صائبة على الطريق كانجاز تغييري في مسار الوضع السوري لم يعني ما قبل القمة بقي كالذي بعدها ليس هناك الكثير الذي يعول عليه وانما هي مكسب من المكاسب التي تحقق بعيدا عن حالة الركود الذي كان يضرب المشهد السوري نبقى دائما في شأن السوري ربما ننتقل من موضوع القمة الربعية وان كان كله عنده علاقة بموضوع سوريا تصريحات أردوغان الأخيرة بخصوص أنه قال بأنه هناك عمليات أوسع نطاق أوسع قريبا ستكون على أوسع نطاق وفعالية في شرق الفورات وقال أن تركيا لن تسمح لغاربين في غارق سوريا في الدماء والنار بتنفيذ مخططاتهم عبر تحريض النظام من جهة وإطلاق يد داعش من جهة نخرة البداية لفهم الموقف الآن في شرق الفورات والموقف التركي بشكل خاص أنا أريد أن أؤثر الموقف التركي في شمال سوريا في هذه المرحلة بالذات وتأكد هذا الكلام بعد إطلاق القص الأمريكي الذي كان معتقلا في تركيا بحكم محكمة تم إطلاقه ولكن هذا أعطى انفراجة بالموقف الأمريكي التركي السياسة التركية مترددة بين قوتين الجذب أو نبذ إذا صح العبارة المغناطيس أحيانا له دور يجذب وينبذ أيضا القوة الروسية التي اعتمد عليها أردوغان اعتمادا كبيرا وباشرا بعد حادث سقوط الطائرة والقوة الأمريكية التي يحاول أردوغان أن يصل معها إلى حلول وتوفوف قد دبلوماسية وأنا أشرت إلى أن إطلاق سراح القص الأمريكي جاء على هذا الطريق الآن الشمال للسورية يؤرق أردوغان لأنه هي المنطقة الحدودية التي يعني مصاقبة لسوريا العدو الأكبر لأردوغان في هذه المنطقة هي القوات الإرهابية الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني والتي تتسمى بأسماء كثيرة هذه القوات مع الأسف أصبحت حليفة للدولة الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية ومن هنا تعقد المشهد عند الأتراك يحاولون أن يصلوا إلى مقاربات لا يستضمون فيها مع القوى الأمريكية يستفيدون فيها من القوى الروسية ويحدون من نشاط هذه القوى التي تهدد الأمن القومي التركي إذن هذه العناصر الأساسية التي تصنع الموقف التركي في سوريا يجب أن نلحظ في هذه المرحلة أيضا شيء مهم جدا جدا وتطور خطير قلت في أول الحلقة أنه حصل تصعيد الآن بين الدور الأمريكي والدور الروسي كأنه في نقاط صدمة ترامب بحيث أن كثيرين قالوا له أنت في سوريا مخطئ وبالتالي هو يستعيد سياساته التصعيد على مستوى العالم يعني لاحظ في قرار دولي مهم أن الأمريكا انسحبت من اتفاق النووية وهذه قضية استراتيجية تخصهم لكن هذا ينم عن تصعيد في الموقف بين إذا قلنا القطبين رد الروسي في سوريا أنا الآن لن أتكلم عن شيء آخر الروسي في سوريا بعد كل المحاولات أو العمليات الاختراق التي حصلت بواسط الطائرات بدون طيار التي اخترق تحميمين منذ أيام الروسي ماذا يقول يقول هذه الطائرات تطير أو تمول بتعليمات أمريكية وبدور أمريكي كأنه يتهم أمريكا بأنها تقف وراء عملية الاعتداء على قاعدة تحميمين يجب أن نتذكر كل هذا الوجود العسكري المتشابك مصر ولا حادث بين أمريكا وروسيا يعني سيارات مصر حتى بسموا اكسيدان يعني ما صدموا بعضهم لأنه هنين حاسبين وجودهم متقاسمين المنطقة حتى لما بيمرروا طيارات بيعطوا بعضهم خبر نحن بدنا طريق حطوا عراسكون يجيران هذول بدخلوا فالقصد الآن أن تتهم روسيا أنا أريد أن أقول أن تتهم روسيا الولايات المتحدة هذا مؤشر جديد في ظل هذه الأجواء الآن يتحرك أردوغان لكي يستثمر الموقف الروسي المتصاعد الموقف الأمريكي المتصاعد والذي سيحتاج إلى الأتراك ليحقق بعض المكاسب سير التركي سير منذ تقريبا شهر سير دوريات مشتركة مع الأمريكيين في منبيج الآن ينتقل من غرب الفرات إلى شرق الفرات فيقوم بعمليات قصف غرب عين العرب لكي يحقق مكاسب إضافية هل يسعى إلى تحقق نفس الشي يعني ما تحقق في منبج يحق فيه يعني هو يريد أن يبعد هذه القوات التي هي قوات قصد وبالمناسبة يعني فيه عنصر ثالث رابع يعني المنطقة شرق الآن شمال شرق سوريا شمال شرق سوريا شرق الفرات وغرب شوية مزدحمة بالأحداث ومزدحمة أيضا بالقوى يعني نحن لاحظنا مثلا مثلا أنه بشار الأسد في لحظة من اللحظة حمل قوات تنظيم الدولة أو بين قوسين داعش من تدمر نزلهم وين في السويدة السويدة إيش يعني بالنسبة للمواطن العربي قد لا السويدة يعني حيث تقيم أكثرية من الطائفة الدرزية فهنا يريد بشار الأسد أنه يعلق هؤلاء بهذا ما حصل الآن في رهائن من الطائفة الدرزية عند تنظيم الدولة واشتباكات ومشاكل وبشار الأسد يستثمر بهذا حمل مجموعات أخرى نزلها في شرق الفرات يقابل فيها مين قصد الآن خلال هذه الأيام الثلاثة استطاعت هذه قوات قوات تنظيم الدولة كانت قد خسرت مواقع بفعل في دير الزور بفعل القصف الأمريكي اللي يسمونه التحالف الدولي استطاعت الآن أن ترد على قصد وأن تنتصر عليهم من الذي يشغلها؟ هنا أنا الكلام هؤلاء هذه التنظيمات أنا أريد سادة مشاهدين أن ينستوعبوا علينا هذه التنظيمات ذات الطبيعة الوظيفية أحيانا لإفلاسها أقول لك بدأتتتتتتتتعالف مع الشيطان تركي يهاجمها من الشمال الأمريكي يشبه نائم عنها ويتخلى عنها الأمريكي لا يمكن أن يتخلى عن دولة استراتيجية مثل تركيا مقابل أن يكسب آلاف عدم مؤخزة أربعة آلاف أو خمسة آلاف أو عشرة آلاف مقاتل على الأمريكي. أنت خلاص كلامك. تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تخطط هي من تقوم بمثلا تحارض النظام من جهة وتطلق يد داعش. يعني النظام ليس في علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. من يحاك داعش ويحاك النظام في هذه الحالة؟ أنا قلت عن تنظيم الدولة. هذا اللي يسمونه تنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة. هؤلاء أدواتيين. بس أشرح لأستاذ المشاهدين كلمة أدواتي. من أطلق يد داعش؟ الكل. روسيا والولايات المتحدة. روسيا والولايات المتحدة. وبشار الأسد والولي الفقر. والكل استمتعوا بها. والكل استفادوا منها. في هذه الحالة. اسمح لي. والكل استأجروها. بشار الأسد. هم أتباعها بهذا التنظيم. سنحالهم أصحاب مشروع. ولكن لو تحققت. وكلهم اخترقوها أيضا. هي مخترقة. ومن يحقظ النظام؟ النظام عنده أجندته الخاصة. وهو أيضا لإفلاسه. ولأنه وضع المصالح الشخصية فوق مصلحة البلد. يتعامل بشكل مباشر مع الجميع. ابتداء من الكيان الصهيوني. الذي هو حليفه الاستراتيجي. من أول كلمة قال مخلوف. أمان بأمان ومستقبل بمستقبل بواقع بواقع. طيب. أنا لا أحبب نقشك في الموضوع. لتنقشك كثيرا. طيب. لأنتم تقول لي من بالنظام؟ حليفة إيران وروسيا. والولايات المتحدة من وراء الحجاب. وروسيا بشكل مباشر. كل هؤلاء هلفاء بشار الأسد. هل هناك شيء مخطط في الشرق الفغات؟ الضاكته تركيا. الآن تركيا تحاول أن تصل إلى مقاربات مع الولايات المتحدة. اسمح لي أقول كلام. تركيا لا لديها مشكلة مع التنظيمات الكردية. وليس لديها مشكلة مع لا الشعب السوري. ولا أي نظام يحكم سوريا في المستقبل. فقط تريد أن تدرع عن نفسها شر هذا التنظيم. الذي يهدد الأرض التركية بالتقسيم. له رديف على الطرف الثاني من الحدود. ويعملان معنا على تقسيم الأرض التركية. هل هناك إمكانية في المستقبل أن نرى تواصل بين أردغان وبشار الأسد؟ كيف هذا المبات الموجودة على الأمر؟ اسمح لي. على المستوى السياسي بين تركيا وبين نظام سوريا. أقول هذه السياسة لا أحد يستطيع أن يصادرها. أما على المستوى الشخصي الكلمة الأخيرة من أردغان يعني كأنها شجعت أن نقول لا. أردغان قال هذا يعني نحن لا نستطيع أن نتعامل معه. والسياسة قد تفجأنا بما لا نحب. إذا قامت توكيا ستقوم هذا ما وعد به أردغان بعملية عسكرية واسعة النطاق في الشرق الفرد. كيف تتوقع يكون موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا أقول سؤال مهم تركيا لن تصطدم مع الولايات المتحدة الأمريكية. تركيا استدمت مع روسيا بإسقاط الطائرة الروسية. ثم طوت المذف وجعلته خلفها واستأنفت علاقات. كان درسا مؤلما بالنسبة للأتراك. ولا سيما بعد أن تخلى عنهم من ناتو الذي هم يعتمدون عليه. الآن لن يكرر التجربة. تركيا سوف تتحرك بشرق الفرد بتنسيق في شيء أقل من التنسيق. الضوء الأخضر. الضوء الأخضر الأمريكي. الخطوات المرسومة سيكون هناك تنسيق. تركيا لم تذهب إلى حرب مع بشار الأسد حتى تذهب إلى حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وليس من مصلحة الأتراك أن يفعلوا هذا. أنا لا أشجع على الحرب. لا مع الولايات المتحدة ولا مع غيرها. وإنما ستكون الدبلوماسية قد سبقت بتحديد دوائر التحرك. فتتحرك تركيا على هذه هذه الكلام. هناك تنسيق أقل. هناك تنسيق أو ضوء أخضر أن تستطيعون هنا تستطيعون هنا تستطيعون هنا تستطيعون هنا. على نوع الإضراب عام هو اليومي وإعتبارا من اليوم الأربعاء. رفضا للانتخابات البلدية الإسرائيلية التي تحاول أن تفرضها لأول مرة في الجولان. تعليقك على هذا التطور؟ يعني اسمح لي أقول الموقف الصهيوني من الجولان. الصهاينة منذ 1884. يعني بعد الاحتلال ب 16 سنة. أعلنوا ضم الجولان واعتبار سكان الجولان جزء من الهوية الصهيونية الإسرائيلية. ومنحوا هذه الهوية لبعض لمن قبيلها من السكان. لكن الموقف العام لسكان الجولان كان موقفا وطنيا مشرفا. وهذا جزء من هذه المسيرة الوطنية المشرفة. من الدروز يعني. طبعا نحن نتحدث أن هناك ليس كل الجولان دروز. لكن الأكشرية موجودة هناك تابعين لمنطقة كما كنا نقول السويدة ومحولها جبل العرب. فأقول هذا موقف وطني مشرف لأهالي الجولان. إسرائيل تلعب على قضية الطوائف. وهذا موقف أهالي الجولان الرافضين للتطبيع مع العدو والرافضين للذوبان في إطار العدو. يعني هذا الموقف هو موقف مشرف. أنا أحب أن أضيف رغم كل الأصوات والعنات التي استمعنا إليها. من أن الولايات المتحدة ترفض الوجود الإيراني على الأرض السورية. وعلى الآن إيران تدشن قواعد عسكرية لها على حدود الجولان. إسرائيل راضي ومبسوطة وصامتة. والولايات المتحدة صامتة. وكل الدول المحيطة أيضا صامتة. فهذا جزء من الجولان بساحتها 1200 كيلومتر. 1800 كيلومتر. 1200 كيلومتر. نعم. طيب. أستاذ زوهي. الانتخابات هذه ستقطع في اعتقادك أنت. يعني أن تختار هذا التوقيت. لا. لحتلال إسرائيلي يختار هذا التوقيت بالذاتة. هم يأخذون دائما مثل هذه الخطوات. يعتبرونها أمر واقع. يبنون عليها. يعطون للمتعامل معها. وهذه طريقة بشار الأسد. مكاسب. نعم. وبالتالي أحيانا الناس من ضيقهم يضطرون لأن يسايلوا مثل هذا. لكن هذا موقف مشرف. وأظن أنه سوف يلقى تأييد من كافة السوريين أشرفاء على الأرض السورية. شكرا جزيلا لك الأستاذ زهر سلم ودي مركز الشرق العربي بلندن. كنت معنا في برنامج أضواء على الأخبار. قدمته لكم مشاهدين الأفاضل من قناة المستقلة في لندن. شكرا جزيلا لكم. أهلا بكم. أشكركم أيضا مشاهدين الأفاضل على المتابعة وفي أمان الله. السلام عليكم. شكرا جزيلا لكم.